انا مش عارف اعملي دلوقت ايه الموقف اللي انا فيه ده انا مش فاهم حاجة مش فاهم حاجة مستاذ معروف هنعمل ايه دلوقت؟ هنعمل ايه في ايه؟ ولا حاجة يعني ايه ولا حاجة؟ المدرسة وعدتني انها هتعمل حفلة كبيرة ضخمة تليق بنجم مشهور زيه تقولي ولا حاجة؟ يعني ايه؟ ولد؟ ترزع فيا؟ ترسيت نفسك قول ايه؟ انا المدرس بتاعك مش عايل بلعب معاك في الشارع اخدتش بالي حقك عليك وبعدين المدرسة ما اثرتش معاك في حاجة حفلة ونظمنا لك حفلة بس للأسف مفيش حد حضر ليه بقى؟ وانا ليه يا جمهور قد كده؟ ازاي ما يحضروش؟ فين معجبين اللي وقفوا وراي لحد ما كسبت الجايزة؟ الحقيقة بقى يا ابني الكلام ده محتاج شوية التفكير شوية فكر كده في تصرفاتك بساعة ما فزت بالجايزة يمكن تلاقي السبب طبعا لازم يبقى غيرانين فانا نجم مشهور وهم محدش فين بقى نجم ومشهور زيه فلازم يبقى غيرانين بس اقولك حاجة انا ولا يهمني انا قريدي نجم مشهور خلاص نجم مشهور فيه نجم مشهور من غير جمهور؟ ما تخليش تعاليك وغرورك يبعدك عن الحقيقة يا ابني وايه هي الحقيقة استاذ معروف؟ الحقيقة ان جمهورك الحقيقة هما اصدقائك وجرانك اللي وقفوا جنبك لغاية تما كسبت الجايزة بس تعاليك وغرورك وتصرفاتك معهم بشكل مش كويس خلاهم يبعدوا عنك انا؟ ايوه ما تنكرش اول خطوات حل اي مشكلة هو الاعتراف بيها يا صرور رجع تصرفاتك من ساعة ما كسبت الجايزة كده هتلاقي ان تعاليك وغرورك خلى الكل يبعد عنك هو في حد اشتكلك مني؟ طبعا كلهم وطلبوا مني ان اتدخل بس للأسف انت ما بتسمعش الكلام عشان كده لا محدش حضر الحفلة؟ انا متأكد ان هو ده السبب مفيش حد بيحب المغرور يا صرور انا مش مغرور ستقني انا مش مغرور برضو بتنكر تاني مقصدش بس يعني ممكن يكون انا حسيت بنفس شوية ممكن يكونوا حاسوا مني بشوية تكبر شوية تعالب بس انا مقصدش بس انا مش مغرور ستقني انا عايز صحاب انا عايز صحاب يرجعوني زي من الاول بقى مليش جاعة انا عايز صحاب لو عايز صحابك يرجعوا لك زي الاول يبقى لازم انت كمان ترجع زي الاول طب قولي اعمل اي ما اعمله الحياة الموضوع ده محتاج تفكير خلينا نفكر سوا علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والاعجاب بالمقطع